موسيقى هذا البرنامج برعاية Q&B الدعم الرسمي لكاس العالم فيفا 2022 في الشرق أوسط وإفريقيا السادة المشاهدون الأكارم أسعد الله أوقاتكم بكل خير حلقة جديدة من عين على قطر أصول صندوق الثروة السيادي القطري تقفز بـ 20% إلى 354 مليار دولار والاحتياط الأجنبي لدولة قطر ينمو بـ 2.5% ديسمبر الماضي إلى 210 مليار ريال وقروض رواد الأعمال في قطر تصل إلى 7 مليارات وـ 200 مليون ريال في العام 2021 على الرغم من تحديات جائحة أزمة فيروس كورونا وشركة الكهرباء والماء القطرية المدرجة في بورسة قطر ترفع حصتها في شركة نبراس للطاقة إلى نسبة 100% في هذه الحلقة أيضا لنا وقفة تفصيلية مع أداء القطاع الخاص القطري في العام 2021 في ظل تحديات جائحة كورونا كانت هذه أبرز عنوين حلقتنا لهذا الأسبوع بداية وكما جرت العادة نترككم مع هذا الشريط الإخباري القصير زادت أصول جهاز قطر للاستثمار بنهاية عام 2021 بنسبة 20% على أساس سنوية إلى 354 مليار دولار وكشفت بيانات المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية ارتفاع ترتيب صندوق الثروة السيادي القطري إلى المرتبة الحادية عشر عالميا من حيث قيمة الأصول التي تمثل 199% من إجمال الناتج المحلي الإجمالي البالغ 178 مليار دولار وتتوزع أصول جهاز قطر للاستثمار جغرافيا وتتنوع قطاعيا في أكثر من 80 بلدا حول العالم تراجع مؤشر مدير المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي إلى 61.4 نقطة لتنتهي معه أطول سلسلة من الارتفاعات امتدت لستة أشهر وبحسب مجموعة IHS ماركت صاحبة الدراسة فقد انخفضت معدلات النمو في المؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة مقابل ارتفاع مؤشر التوظيف بأعلى وطيرة في ستة أشهر وارتفاع أسعار السلع والخدمات بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة منذ إبريل 2017 باع مصرف قطر المركز أولى إصداراته من أذنات الخزينة المحلية للعام 2022 لصالح البنوك العاملة في قطر بقيمة 600 مليون ريال وتوزع إصدار شهر يناير كانون الثاني الحالي على ثلاث شرائح وثلاثة أجال الأولى بقيمة 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر والثانية بقيمة 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر والأخيرة بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بلغ إجمال القروض المستحقة على عملاء بنك قطر للتنمية من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الماضي 7 مليارات و200 مليون ريال وفق بيان للبنك الممول من حكومة قطر وأشار تقرير حول أداء البنك في العام 2021 إلى ارتفاع عدد المستفدين من برنامج الضمانات الوطنية إلى 4300 شركة وزيادة قيمة الضمانات المالية التي غطاها البنك إلى 3 مليارات و600 مليون ريال وقعت شركة راسلفان للتشغيل التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة قطر القابضة الذراع الاستثماري لحكومة قطر بغرض شراء 40% من رأس مال شركة نبراسل الطاقة بقيمة 530 مليون دولار ومع إتمام الصفقة تكون شركة الكهرباء والماء القطرية قد رفعت حصتها عبر شركتها التابعة في نبراسل الطاقة إلى 100% من رأس المال في أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي الاحتياط الأجنبي لدولة قطر ينمو بـ 2.5% إلى 210 مليارات ريال هذا النمو للشهر الخامس والأربعين على التوالي في التقرير التالي نرصد لكم أهم النقاط التي سهمت في هذا النمو ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوية إلى 210 مليارات ريال وذلك للشهر الخامس والأربعين على التوالي وفق بيانات رسمية ودعم نمو الاحتياطي الأجنبي لقطر الشهر الماضي ارتفاع الاحتياطات الرسمية إلى 153 مليون ومائة ألف ريال مدفوعا بزيادة الاستثمار في سندات وأذنات الخزينة الأجنبية بنسبة 21.18% وصولا إلى 109 مليارات وأربعمائة مليون ريال وارتفاع الأرصيدة لدى البنوك الأجنبية إلى 26 مليار ومائتي مليون ريال مقابلا خفاض الاستثمار في الذهب بنسبة 14.17% إلى نحو 12 مليار ريال هذا وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 1.13% وصولا إلى 56 مليار وتسعمائة مليون ريال وبحسب مسح لسي أم بي سي عربية فإن الاحتياطات الدولية لقطر تلبي تمويل الواردات السلعية للدولة الخليجية لمدة 24 شهر وهو من بين أعلى المعدلة عالميا ومن المتوقع أن يرتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنهاية العام المنصر إلى 211 مليار ريال مدعوما بزيادة قيمة الصادرات لأكثر من 311 مليار ريال وارتفاع فاتورة الواردات إلى نحو 100 مليار ريال بقي القطاع الخاص القطري في العام 2021 رهينة للإجراءات الاحترازية والصحية المفروضة من الحكومة القطرية خاصة في الربع الأول والثاني من العام الماضي العديد من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وفي قطاع المقاولات خرجت من السوق بفعل شح السيولة وكذلك قلت الطلب على مخرجاتها بينما صادرات القطاع الخاص لم تسجل في العام الماضي رقما يذكر قياسا بحجم الصادرات الخاص بدولة قطر في السياق التقرير التالي نرصد لكم أهم وأبرز أداءات القطاع الخاص القطري في العام 2021 تفصيلا بقي القطاع الخاص في قطر رهينة لإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لاحتواء الجائحة في النصف الأول من العام 2021 بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق خلال العام الماضي شركة المقاولات هي الأخرى عانت في العام 2021 من شح في السيولة مما يزيد من تحديات مسألة سداد الاستحقاقات المالية لموظفها وعمالها شركات كثيرة أقلقت وشركات تضرت كثيرا لكن إن شاء الله الفترة القادمة تعزز ما تم خسارته في الفترة القادمة وهذا دور القطاع الخاص بتعاوننا مع بعض أن المحافظة على هذه الشركات والمحافظة على هذا القطاع أن ما يكون فيه ضرر كبير في هذه الفترة نتمنى أن هذه الجائحة تنجري بأكملتها ولا يتم العودة لها نتمنى ولكن القطاع الخاص في هذه الأزمة يعني بدل ما يكون هناك ضرر كبير فعلا في هناك ضرر لكن قوى من قوته ومر في امتحان صعب رح يستفاد منها في الفترة القادمة لأي ظروف ممكن نمر فيها القطاع الخاص صادرات القطاع الخاص القطري لا تمثل رقما من إجمال صادرات الدولة في العام 2021 التي نهزت 300 مليار ريال لكن بعضا من الشركات القطرية بدأت تشق طريقها إلى بعض الأسواق المجاورة مع عودة العلاقات الخليجية إلى طبيعتها وخاصة تلك العاملة في مجال الصناعات الغذائية الرجل للعمال يبحث عن فرصة فيها عائد والفرص في قطر جيدة والاستثمار في قطر خصوصا نحن على بواب كاس العالم وما بعد كاس العالم السياحة الغطاعات الخدمات إدارة هذه المنشآت الكبرى محتاجة إلى الشركات فهناك فرص متاحة وينظر القطاع الخاص في قطر بعين التفاؤل إلى العام 2022 وهو عام مونديال الكرة بالنظر لزيادة الطلب على خدماته ومخرجاته واحتواء الجائحة خاصة وأن مساهمة القطاع غير النفطية يمثل 64% من إجمال الناتج المحلي الإجمالي للدولة عاد منحن الإصابات في دولة قطر لالارتفاع من جديد تقريبا 3000 إصابة في اليوم الواحد في الأسبوع الثاني من بداية هذا العام الحكومة القطرية سارعت للرفع من الإجراءات الاحترازية والصحية عبر مجموعة من الإجراءات الجديدة خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية على غرار تقليص الطاقة الاستيعابية للمطاعم المقاهي كذلك تقليص الطاقة الاستيعابية للمجمعات التجارية ومنع الدخول إليها لغير المطاعمين كذلك ربما هناك حالة من الإجراءات الأخرى التي تسارع الحكومة القطرية اتخاذها من أجل احتواء هذا الانتشار للفيروس والمتحور الجديد في التقرير التالي نرصد لكم أهم الإجراءات الاحترازية التي فرضت مجدداً والتي لم تخص ولم تلمس بشكل كبير مجتمع الأعمال أو القطاعات الاقتصادية المختلفة عاد منحن الإصابات بفيروس كورونا للارتفاع من جديد متجاوزاً ثلاثة ألاف إصابة يومية في قطر هذا الأسبوع مما عجل بعودة فرض القيود والإجراءات الصحية الاحترازية التي لم تمس قطع الأعمال والأنشطة الاقتصادية مقابل تحديث مستمر لسياسة السفر وقائمة الدول المصنفة بالقائمة الخضراء أو الحمراء وعرفت الإجراءات الجديدة استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص أعمالهم بمقر عملهم مع إلزام جميع الموظفين والعملين بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا أسبوعياً وذلك بالنسبة للموظفين والعملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات اللقاح وتشمل الإجراءات أيضاً السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استعابية لا تتجاوز 75% مع السماح بالدخول فقط من استكملوا جرعات اللقاح والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يتجاوز 30% من الطاقة الاستعابية لتلك الساحات هذا وتم تخفيض الطاقة الاستعابية للأسواق الشعبية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل ودور الحضانة إلى 50% من طاقاتها الاستعابية في حين يسمح باللقاءات الاجتماعية بتواجد عشرة أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات اللقاح وذلك في الأماكن المغلقة من المنازل والمجالس و15 شخصا في الأماكن المفتوحة فصل قصير أعزائنا المشاهدين في القسم الثاني من الحلقة لنا وقفة تفصيلية مع نتائج أعمال بنك قطر الوطني أولى المفصحين عن النتائج المالية من بين الشركات المدرجة في برسة قطر لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية Q&B الدعم الرسمي لكاس العالم فيفا 2022 في الشرق أوسط وأفريقيا مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين هذا الأسبوع بنك قطر الوطني يقص شريط الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة في برسة قطر وذلك عن العام 2021 أداء جيد كان لبنك قطر الوطني Q&B نمو في القروض نمو في الودائع وكذلك في السلف على الرغم من ذهاب البنك إلى مخصصات تخص تقلبات سعر الصرف الخاص بالليرة التركية في العرض التالي أبرز ملامح أداء البنك في العام 2021 في لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في لقاء سابق جمعني مع رئيس الخدمات المصرفية والشريك في شركة PWC السيد أحمد الكسواني تحدث من خلاله على أداء البنوك المركزية الخليجية خلال الجائحة وكيف تعاملت هذه البنوك مع الأزمة إضافة إلى تسريع أزمة كورونا من توجه القطاعات المصرفية الخليجية للذهب نحو التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا البيانات نتابع أبرز ما جاء في هذه المقابلة أعتقد تجربتنا خلال الجائحة أثبتت بأن البنوك كانت على مستوى كافي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية سواء كانت من خلال المخصصات أو حتى من خلال سياسات إدارة المخاطر التي أثبتت جديتها وكفاءتها في العديد من البنوك المنطقة يشمل ذلك أيضا البنوك القطرية أعتقد هذا الانفراج يأتي كجزء من نوع من رضا على مستوى القبول الذي قامت به البنوك المركزية على مستوى البنوك التجارية سواء الإسلامية أو الغير الإسلامية في المنطقة بالإضافة للإجراءات الاحترازية والتغيرات بالسياسات التي قامت بها تلك البنوك بغض النظر عن الأمور المتحورة في الجائحة أعتقد البنوك المركزية سوف تسعى باستمرار إلى المحافظة على توازن ما بين السياسة التحفظية الاحترازية وأيضا في نفس الوقت المحافظة على مستويات مقبولة من انكشفات البنوك على عدة قطاعات داخل قطاعات الأعمال أعتقد هذا الانفراج قد يزيد خلال الفترات القادمة أيضا في ظل وجود تقارير مالية جيدة للبنوك القطرية وحتى بنوك المنطقة المتوقعة على نهاية العام 2021 جيد لكن كيف تنظر إلى تعامل القطاع المصرفي الخليجي تفصيلا مع الجائحة كذلك كيف تنظر إلى نتائج أعمالها وخاصة المخصصات على الرغم أن هذه الجائحة كانت غريبة وجديدة من نوعها على مستوى الاقتصاد بالصفة العامة إلا أنه لاحظنا من خلال الإجراءات الاحترازية قامت بها المنوك المركزية استطاعت أن تخلق نظام متوازن لم يسبب أي نوع من الهزات الغير متوقعة على المستوى المالي والمستوى السيولي الخاص بالبنوك أما فيما يتعلق في البنوك فلاحظنا هناك تغير نوعي في أملية تعامل البنوك مع هذه الأزمة سواء من حيث التركيز على قنوات التحول الرقمي والتكنولوجي زاد هناك وتيرة وسرعة تطبيق العديد من قنوات الرقمنة وقنوات الديجيتال بانكينج المتعلقة بخدمة العملاء سرعت كثيرا من تطبيق استراتيجية التحول الرقمي العديد من البنوك التي لاحظناها في المنطقة بالإضافة لذلك أعتقد البنوك قامت بالعديد من الإجراءات التي كانت من أساسها المحافظة على مستويات الاستدامة سواء استدامة مستويات الإيرادات مستويات الربحية ومحافظة على حقوق العملاء خلال فترة الجائحة لم نشهد خلال الجائحة دعونا نحكي عن أزمات جوهرية لبعض البنوك وكان السبب الرئيسي هو وجود مصدات كافية على مستويات المخاطر التي تم وضعها كذلك ما هو تقييمك إلى توجه البنوك المركزية والقطاع المصرفي الخليجي لتسريع العمل نحو التكنولوجية المالية خلال الجائحة كيف تقيم هذا الأمر كذلك ماذا عن التفوت بين الدول وأخرى هناك بعض الدول سرعت في حين نراحب أن بعض الدول ربما كانت خطواتها بطيئة إن صح التعبير يعني أعتقد ما زال هناك شوط كبير يجب أن يقطع في هذا المجال ما زالت بنوك المنطقة تخطو على خطوات سريعة من أجل التحول الرقمي نفس ما قلنا أن الجائحة استطاعت أن تسرع من وتيرة بعض التطبيقات السريعة المتعلقة بالتحول الرقمي التي كانت مرتبطة بالتعامل مع العملاء وفي توفير قنوات جديدة لتقديم المنتجات والخدمات لعملاء البنوك ما نشهده حاليا أعتقد أن البنوك تتجه إلى منتجات جديدة نسميها Out of the Box أو خارج الصندوق تستطيع البنوك أن تقدمها إلى عملائها وأن تكون غير نمطية مقارنة في المنتجات السابقة وهذه المنتجات أعتقد خلال عام 2022 سوف نبدأ نشهد نوع جديد من هذه المنتجات خاصة تلك المنتجات التي تقدم بالتعاون مع شركات التحول الرقمي أو حتى شركات Financial Technology التكنولوجيا الرقمية المتعلقة في الصناعة المصرفية المحور الآخر يجب أن ننوه له أن أيضا البنوك المركزية الآن تخطو خطوات جدية في المنطقة إلى وضع أطر رقابية وتشريعية لتقنين الصناعة المصرفية المرقمنة خلال العام القادم والأعمال القادمة هذا أيضا سوف يساعد في تسريع وتيرة التطبيقات الموجودة حاليا وأيضا تسرع من وتيرة تحفيز بعض المنتجات التي قد تخلق نوع من الطلب على هذه المنتجات في أسواق متعددة خاصة في ظل تمحور وانغلاق الديماند أو الطلب حاليا في بعض الأسواق الخليجية بسبب قلة وعدم تنوع المنتجات أسألك هنا كذلك كيف ترون وتقيمون انفاق البنوك الخليجية وكذلك القطاع المصرفي بشكل عام على استحداثات هذه التطبيقات التكنولوجية وكذلك العمل على قواعد البيانات ما تقييمكم لهذا الأمر؟ يعني أعتقد إذا اليوم نشوف ميزانية أي بنك من البنوك في المنطقة سواء بنوك إسلامية أو غير إسلامية نجد بأن هناك موازنة رصدت لهذا التحول الرقمي والسبب الرئيسي أن هناك قطار سريع جدا الآن يمشي على مستوى رقمنة الصناعة المالية المصرفية سواء الإسلامية أو غير الإسلامية وبالتالي أصبح هذا نوع من الضغط على البنوك بأن تلحق في سير هذه القطار وأن تستطيع أن تتوائم وتتواكب مع تطورات الحديثة جدا عملية الإنفاق على ذلك يعتبر إنفاق رأس مالي لأنه عبارة عن استثمار في استراتيجيات والتحول النوعي الذي حصل خلال الجائحة يمكن أن لاحظناه أنه أصبح هناك تركيز على التحولات التكتيكية سريعة الإنجاز التي لها نتائج تتحقق على المدى القصير دون الإنفاق على مبالغ كبيرة جدا ذات العوائد التي قد تصل إلى سنتين وثلاثة وأربعة وبالتالي الإنفاق أتوقع رح يزيد أكثر على التحول الرقمي مع التركيز على الكويك وينز أو نقاط الربح السريعة التي تستطيع البنوك أن تحققها من التحول الرقمي بهذا أعزائنا المشاهدين تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطتها في الأسبوع القادم نلتقي فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا البرنامج برعاية Q&B الدعم الرسمي لكأس العالم فيفا 2022 في الشرق أوسط وأفريقيا